بسم الله الرحمن الرحيم معاكو دكتورة رانا فاهمي بشرح لكو كورس الملاكولر بايولوجي هنتكلم النهاردة عن المانديليون جناتكس طيب العالم اللي هو اسمه ماندل ده بسموه او بيلقب ب the father of genetics اب الجناتكس هو كان يعني نبزة كده تاريخية عنه انه هو كان راهب قبل ما يكون ساينتست طيب هو اكتشف ايه بالضبط ماندل ده اكتشف حاجة اسمها genetics يعني ايه يعني المادة الوراثية وايه ممكن صفات من parents تتنقل لولادهم اللي هما offspring طيب بنقول هنا انه the father of genetics اللي هو ماندل ده he is an augustinian monk يعني ايه يعني كان راهب طيب started بدأ some crossbreeding experimental work on garden peas يعني ايه بدأ ابحاثه crossbreeding اللي هي هي process او عملية بتهدف لخلق off springs او اولاد بيشاركوا parents في شوية من الصفات بتاعتهم يعني parent من سلالة يتجوز parent من سلالة تانية يجيبوا off spring او اولاد الصفات بتاعتهم جديدة. هو ده او بيسموه التهجين بالعربي. ان انا اعمل مخلوقات مهجنة. تمام? هو ده وهو بدأ عملية التهجين دي او واشتغل على البسلة. تمام? يعني عمل الابحاث بتاعته على البسلة. تمام? طيب. عمل ايه كمان? عمل اصص المودرن جيناتكس. عمل الاصص بتاعت العلم الوراثة. يعني اوضح لنا ازاي الصفات الوراثية بتتنقل من الاب والام لأولادهم. عن طريق شوية نظريات بسيطة. طيب. ماندلز اكسبرمانت الورك. اه هيوردينا كده يعني اشتغل ازاي بطريقة مبسطة. اه ماندل اه اه حصل على اربعة وثلاثين اه سترين. يعني اربعة وثلاثين فاصيلة من البي بلانس من البسلة. جابهم وعمل عليهم الاكسبرمانت او التجربة دي. تمام? اختارهم اربعة وثلاثين على الاساس ايه? انهما مختلفين في الفينو بتاعهم او الفيزيكل تريتس او الفيزيبل تريتس. يعني ايه? يعني البسلية دي اه سموث نعمة. لقيت تانية رينكلد يعني منغمشة شوية او اه مكرمشة. اه الورقة بتاعتها دي لونها اصفر. لقى الورقة التانية دي لونها اخضر. لقى دي لونها اخضر فاتح. دي اصفر غامق. كل دي اختلافات في الاربعة وثلاثين سترين. عن طريق اختلافهم في الفينو او التريتس بتاعتهم او الفيزيبل كاركترز. طيب. بعد كده جاب بتاعت البيس دي وعمل ايه? عمل ايه? اه او سلف فرتيليزيشن للسترين. تمام? يعني في نفس الوردة في ميل وفي في ميل. عمل لهم ايه? عمل لهم سلف فرتيليزيشن. يعني من نفس الوردة الميل والفيميل حصلت بينهم ايه? فرتيليزيشن. وطلعوا لي الاف سبرينج الجديدة. يبقى منقول اللي هو البولن. عمل فرتيليزيشن مع الفيميل جاميز اللي هو الاج. يبقى البولن مسكت في الاج. حصل ما بينهم فرتيليزيشن. عشان كده بقول من نفس الوردة يبقى بقول عليها سلف فرتيليزيشن. وطلع لنا ايه? طلع لنا بيور ترو بريدينج سترين. يعني طلع لي السلالة اللي طلع من من الفرتيليزيشن ده اسمها بيور ترو. ليه? عشان من نفس الوردة. يعني ايه? يعني الصفات المتوارسة من الوردهم للاف سبرينج فضلت عبر اجيال كتيرة مش متغيرة. نفسها بالضبط. خلاص. بعد كده اخر خطوة انه هو علم على سبعة اختار سبع ازواج من الصفات. وعمل لهم ايه? اكمل بعد كده التحليل بتاعهم والاناليسيس بتاعهم علشان يفهم البروزيس بتاعة الوراثة دي او الانهارتنس دي. هنا زي ما بنقول دي الديفرنت فينو تايبس. يعني ايه? يعني اول الفينو طيب مختلف. مسلا السيد كوت كالر او الفلاور كالر. دي لونها آآ جري اهي. ودي لونها بيربل. طيب. دي لونها آآ وايت. ودي آآ وايت بس بشكل تاني. طيب. السيد كالر. آآ بسلة لونها يالو وبسلة لونها جرين. طيب. السيد شيب. واحدة نعمة. واحدة يعني من كرمشة. اللي هي الورقة اللي بتغلف البسلة. آآ واحدة جرين. واحدة يالو. الغلاف شكل الغلاف نفسه. يعني املس كده. وفيه اللي هو اللي هو اخد شكل الدوران بتاع كل بسلة. اوكي. الستام هايت. ايه. استام طويل. اللي هو آآ طول. واستام شورت. مصير. طيب. الفلاور بوزيشن. الفلاور بوزيشن. هم. الاتنين مع بعض. ايه اكسيل. على شكل اكسيل. والتاني على شكل ايه ترمنت. يبقى هي دي الاختلافات اللي نتكلم عليها اللي هي الديفرنت آآ او الفينو تايبز.